أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند عندنا كلام مهم جدا عن نهاية دورة أبطال إفريقيا والخطوات المفروض تتخذ خلال الساعات اللي جاية ومحتاجين نسبة ونطرح عدد من الاستفسارات أو التساولات بالنسبة للمرحلة الجاية لكن قبل ما ادخل في هذه الجزئية مبارح كان عندي رسالة للكابتن أحمد حسن السقر عميد لعبي الكورا المصرية وكابتن منتخب مصر السابق ولعب النادي الأهل السابق وكانت الرسالة رسالة موضوعية لأن احنا بنتكلم على السوشيال ميديا وبنتكلم على بعض الأخبار اللي بتنزل على السوشيال ميديا لكن لما يكون عندنا اسم كبير زي الكابتن أحمد حسن عنده بيج وعنده صفحة كبيرة وبينزل عليها بعض الأخبار الأخبار كلها بتبقى أو بنسبة كبيرة جدا على لاعب النادي الأهلي وأخبار مغلوطة برضو من مبارح للنهاردة عدد من الأخبار رسائي نارية من مدافع النادي الأهلي لجهاز المنتخب الوطني مش عارف عدد من اللاعبين وصفقات ضخمة خلال الفترة القادمة وأسماء كلها غير صحيحة خبر قبلها بـ 48 ساعة عن رحيل وليد سليمان برضو نفس الرسالة والرسالة الموضوعية اللي وجهتها لك كابتن أحمد حسن يا كابتن أحمد بتجيب اسمك لما بينزل عليها أخبار خاطئة وأخبار غير صحيحة وبتعمل بلبلة وبتعمل مشاكل بالنسبة لجهور النادي الأهلي وبتعمل بلبلة ما بين نسبة لللاعيبة ده بيبقى شيء مش طيب خاصة اللي بيرفع الأخبار أو اللي بيعمل الموضوع ده شخص ليس مهني أو ليس صحفي فدي جزئية أكيد لها حساب كبير جدا لكن ماينفعش بيتش زي دي كل شوية بتنزل أخبار غير صحيحة رسائل نارية من مدافع الأهلي لجهاز المنتخب محدش من لعبة النادي الأهلي طلع يتكلم سواء بالإجاب أو السلب وكله ساكت محدش بيتكلم والمنتخب بدأ معسكره وخلاص بيشتغل على الفترة اللي جاية حتى لما القهربة ما نضمش للمنتخب ما حدش اعترض على هذا المنتخب من تضميته ولا ما ضمتوش ما تكلمناش في الجزئية دي فبالتالي ده ماينفعش احنا بنوجه الرسالة لأن بنتعامل بموضوعية وبنتعامل ككبار مع نجم كبير حتى لو في صغار ما بين قصين بيخشوا في الموضوع أو بيكتبوا كلام غير صحيح مش هنعل عليه لكن هنحن نتكلم في رسائل موضوعية ومهنية للكات نحمد حسن بخلاف طبعاً اللي حدث بالأمس والتصريحات اللي كانت موجودة في الإزاعة وكانت كلها تصريحات غير موضوعية وغير صحيحة في أكثر من شأن كان يتعلق بالنادي الآلي خلال الساعات الأخيرة هقفل هذا الملف ونقطة من أول السطر ترجمة نانسي قنقر